السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء طلاب الصف السادس سنكمل اليوم إن شاء الله مع مصادر الطاقة غير المتجددة شرحنا بالحصة السابقة الجزء الأول من الدرس اليوم إن شاء الله سنشرح الجزء الثاني ولنتذكر معا ما شرحناه بالحصة السابقة تحدثنا بالحصة السابقة عن مصادر الطاقة الغير متجددة وهي الوقود الأحفوري وحكينا أن الوقود الأحفوري هو عبارة عن مواد ناتجة من تجمع بقايا الكائنات الحية أو البقايا العضوية لكائنات ماتت منذ آلاف السنين تراكمت فوق بعضها البعض وتراكمت فوقها الرسوبيات فتعرضت لضغط وحرارة شديدين ثم تحولت إلى وقود أحفوري وبدأنا بالتحدث عن أول نوع وهو الفحم الحجري اليوم إن شاء الله سنتحدث عن نوعين جديدين النفط والغاز الطبيعي أولا النفط ما هو النفط؟ النفط عبارة عن سائل أسود اللون لزج له رائحة كرهة كيف تكون النفط؟ يتكون النفط من كائنات حية دقيقة كانت تعيش قبل الملايين السنين في مياه البحر ثم ماتت وتجمعت بقايا هذه الكائنات الحية الدقيقة في قاع البحر واختلطت مع الرسوبيات ومع مرور الزمن زادت راكم الرسوبيات فوقها فزادت الحرارة والضغط عليها وتحولت بقايا هذه العوالق إلى نفط إذن مرة أخرى يا سادس خلينا نلخص خطوات أو مراحل تكون النفط أولا هي عبارة عن كائنات حية دقيقة عاشت قبل ملايين السنين وماتت ثم تجمعت بقاياها في قاع البحر إذن هذه أول مرحلة المرحلة الثانية إنها اختلطت بقايا هذه الكائنات مع الرسوبيات المتراكمة أدى تراكم الرسوبيات فوقها لفترات طويلة لتولد ضغط وحرارة شديدين عليها مع مرور الزمن تحولت هذه العوالق وبقايا الكائنات الحية إلى السائل الأسود اللي بنسميه النفط والآن يا سادس رح ننتقل للنوع الثاني من أنواع الوقود الأحفوري وهو الغاز الطبيعي يعد الغاز الطبيعي أحد أنواع الوقود الأحفوري وهو مزيج من غازات عدة قابلة للاشتعال يوجد الغاز الطبيعي في السخور دائما أو غالبا يوجد مع النفط إذن يكونان بنفس المكان وهذا يدل على أن أصل الغاز الطبيعي وطريقة تكونه تشبه أصل النفط وطريقة تكونه وقد يوجد الغاز الطبيعي في حالة منفردة عندما يزداد الضغط والحرارة على السخور التي تشكل النفط يعني منستنتج أنه الغاز الطبيعي هو أصلا بالأصل عبارة عن نفط زاد عليه الضغط والحرارة فتحول إلى غاز طبيعي إذن مرة أخرى يامس كيف يتكون الغاز الطبيعي رح نقسم تكون الغاز الطبيعي إلى مراحل رح نبدأ زيه زي النفط نفس الإشي لأنه هو بالأصل كان نفط بعدين تحول لغاز طبيعي إذن أول شيء هي عبارة عن بقايا كائنات حية تجمعت ودفنت تحت قاع البحر تعرضت إلى ضغط وحرارة شديدين مكونة النفط السائل وبعد تعرض النفط السائل بعد فترات زمنية طويلة إلى ضغط وحرارة شديدين يخرج الغاز إلى الصخور المجمعة للنفط فيتكون الغاز الطبيعي يتواجد غالبا الغاز الطبيعي بنفس أماكن تواجد النفط طيب يامس إحنا كيف نستخرج النفط والغاز الطبيعي يمكن استخراج النفط والغاز الطبيعي يا سادس عن طريق حفر بئر يوضع فيه أنابيب توصل إلى باطن الأرض وطبعا يا سادس يوجد عدة مشتقات للنفط مثل زيوت التشحيم البنزين والأسفلت طيب يامس إحنا بإيش منستخدم النفط والغاز الطبيعي بحياتنا يوجد عدة استخدامات للنفط والغاز الطبيعي فإحنا بنستخدمهم وقود للطائرات والسيارات والآلات وأيضا وقود لتوليد الكهرباء وبنستخدم النفط كمان في صناعة البلاستيك والإدهانات والأدوية إذن النفط والغاز الطبيعي والفحم الحجري كلياتهم مصادر للطاقة ولكنها غير متجددة ومهمة جدا في حياتنا وهلأ يا سادس بدنا نقارن ما بين الفحم الحجري اللي شرحنا عنه بالحصة السابقة والنفط من حيث الحالة الفيزيائية يعني هل هو سائل أو صلب أو غاز ومن حيث أيضا أصله خلينا نبدأ مع النفط النفط الحالة الفيزيائية لإله إنه سائل وأصله عبارة عن بقايا كائنات حية دفنت في قاع البحار بينما الفحم الحجري فالحالة الفيزيائية لإله إنه هو صلب وأصله عبارة عن بقايا نباتات دفنت في المستنقعات لهن يا سادس بنكون أنهينا هذا الدرس شكرا لكم حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته